تسأل تقول أيهما أفضل للمرأة أن تصلي التراويح في البيت أم في المسجد تقول مع وجود تشويش للأطفال أو كذا أخواني وأخواتي أولا لا بد أن نعلم قضية وهي أولا أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد حتى ولو كانت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وصلاتهن في بيوتهن خير لهن هذا في قضية ماذا؟ في قضية صلاة الفريضة صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ثانيا إذا أحبت المرأة أن تصلي في المسجد فإنها لا تمنع إذا لم يكن ثم فتنة وإذا كان يرى زوجها أو والدها مثلا من المصلحة بقاءها في البيت فلا يجوز أن تخالف والدها ولا يجوز أن تخالف زوجها ولا يجوز أن تخالف وليه أمرها الأمر الثالث أي ممرأة أرادت الصلاة في المسجد فعليه أن تتق الله في عباد الله أن تتق الله في بيوت الله ذلك أن بعض النساء حينما يذهبن إلى صلاة التراويح والله كأن الحال رايحة لمنتزه رايحة لحديقة رايحة ما شاء الله تتفسحي وأولادها ما أخذ ما شاء الله العزبة كامل قهوة وشاي وعصائر ودنيا وإذا المسجد بثت أولادها بثا ونشرتهم هكذا في المسجد فيحصل إزعاج يحصل تشويش يحصل أذية يحصل إذهاب خشوع ولذلك على المرأة أن تتق الله إذا كانت المرأة حريصة على صلاة التراويح تروح لي وحدها ليش تأخذ معها ما شاء الله مبارك الأولاد الأولاد يجلسون في البيت وإذا قالت والله أنا ما أقدر أخليهم في البيت خطر عليهم يا أخت الفاضلة صلاة الفرض غير واجبة عليك في المسجد صلاة الفرض غير واجبة عليك كيف صلاة التراويح والأولاد بالمناسبة معذورين الأولاد ما يملكون يعني ما يفهمون هذه المعاني أطفال صغار أربع سنوات وخمس سنوات وسس سنوات إيش يفهم